على ثلاثة مواضيع اللي هما اليوم نتبع فيهم في الداخل وفي الخارج 40 يوم يفسدون عن موعد الانتخابات التشريعية مع دوائر بلا مرشحين ودوائر بمرشح واحد حبو نحكيو على قمة المناخ كوب فانسات وكأنها غايبة تماما عن نقاش العام في تونس ونحكيو كذلك عليش سار الجدل كل مرة على اختتام أيام قتال سنمية كلمتين وانتي داخل وريتني صورة من شط حمامات سلح فيت نشري فيهم بالالاف الدولارات لحماية البحر من الحفاظ على التوازن البيئي هي عنصر أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي كنت نتمنى انتظرت رزعت بعد أسبوع نلقاها في نفس المكان كنت نتمنى المعنيين بقضية البيئة المعنيين مباشرة كانوا هرام هزوها خرجوها وعملوا التحاليل اللازمة بيش عرفوا أسباب النفوق بتاعها علش نفقت السلح فيت هذه لكن للأسف الشديد معانتها قاعدة في مكانها في مكان معانتها هام جدا ويتراها من بعيد معانتها في حمامات الشمالية على الطريق وعلى بجنب برشها معانتها في نادق وانتي تحكي على على المناخ قمة في شرم الشيخ ضم تقريب مئتين دولة أكثر مئتين قادة من العالم اليوم العالم والغرب الكل يحكي على التغيرات المناخية وأنهم في من هوني لألفين وثلاثين يلزم المناخ ينقصوه بدرجة معانتها 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 بش الناس تفهم جميل كإنو إحنا معدل الحرارة متاع الجسد متاعنا إزامها تكون ستة وثلاثين ونص ستة وثلاثين وسبعة كإنهم الطبة يحبوا يهبطوا بشوية معانتها درجة بلا سامتي بساو هذي كل كل بشي فسلوا عليش فما دونك الاحتباس الحراري ني غايب عن نقاش العام موضو هذي اللي بهي في القمة هذي سبقتها رسالة مباشرة المرة هذي من البيئة الطبيعة بعثت برسالة معانتها لحد شهر نوفمبر بداية نوفمبر مازلنا في الصيف هذا شيء محير معانتها والجفاف معانتها انت شر بشكل رهيب جدا لكن القمة هذي قمة تعنى بالمناخ عليها برشا كلام وبرشا تساؤلات كانت حب نطرحوها توا ونطرحوها نرجع القمة باريس قدمت وعود 2015 قدمت وعود ما تنفذ منها حد شيء فما صارت اعتراض عليها جاءت وصول ترامب للحكم اللي تم الاتفاق عليه لأنه نجمنا يعرف المستمع كونه من اكبر معانتها الاعداء البيئة مش اعداء البيئة اكبر الملوثين هي الولايات المتحدة الامريكية والصين للأسف الشديد مع وصول دونالد ترامب للحكم تم معانتها التراجع عن تم جميع التزامات الولايات المتحدة الامريكية الصين في صمت مريب دائما في صمت معانتها لا تقول لا ايه لا لا لكن مواسطة العمل المتحدة عملية تلويث البيئة تمت وعود الملوثين اللي كبار هم من الاغنيات في العالم الدول المصنعة لكن شكول الضحايا متحدة الضحايا متحدة هي الدول النامية الدول الفقيرة على رأسهم افريقيا 3% افريقيا مساهمة في نسبة التلوث لكن 97% الدول الغنية هي المساهمة في التلوث وعدوا قدموا وعود للدول النامية هذه قالوا بشي قدموا 100 مليار من قمة باريز 2015 وصلنا القمة تغلاسجو اللي صارت السنة الماضية متصرف حتى مليم تعابت ترحل الموضوع من جديد سنة 2021 سنة الماضية وزيت وتجدت الوعود من جديد لكن سنة 2021 وفاء وسنة 2022 اها بشتوفة ومتصرف حتى مليم وبالتالي معانتها اسهلة ما تروحها معانتها مشروعة ما الفائدة من هذه القمم ما هي الاسباب سياسية او معارك تجارية واقتصادية ام انه بالفعل هي قضية بيئية على المستوى المحلي المستوى في تونس معانتها الموضوع البيئة هو موضوع نخبة النخبة بينما هو قضية يومية رابعا قضية حياتية معانتها معانتها انت تشوف التعامل التونسي مع الفضاء العام تمشي للبحر في السيف مريم مولا لا المستوى يمشي للبحر نحكي لك حكاية صارتنا معانتها في نقوموا الصباح للشط اللمد والبلاستيك نلقاوا ناس تعوم معانتها في بجنبها بلاستيك مدبابز ودنيا نبدأوا اللمد وفهم شون يسألون يقولون مانا جمعيا انتوما قولهم ماناش جمعيا انا مواطني كيفكم مواطني كيفكم مراوا البحر اذا كان بشتخليه في الوضع ايها دي اراهوا بعد عشرة عشرين سناء ما تلقاش فين تعوم تعايش نتعشوف الفضاء العام تعنا في الشوارع الشوارع الرئيسية كبرى الشوارع في تونس في العاصمة التعامل مع الماء احنا كاننا اتصال منذ ايام نواياك جميل نحكيه على يعني زراعة بعض السكر السكرية كيفش نتعامل مع الماء ومع الزراعات اللي تطلب برشماء بالفعل قضية كبيرة تونس تحت خط الفقر المائي لكن الموضوع هدايا له موضوع تونسي الموضوع رسمي له موضوع شعبي له موضوع الجماعيات نعطيك في جنوب افريقيا مثلا دولة عظمى جنوب افريقيا ممنوع عليك يا مريم تغسل كرهابتك بالماء ممنوع منع بيتا مع انت تغسل كرهابتك بالماء الحفاظ على الماء كيمة الماء تغسل كرهابتك بالماء متاع الدار التاعك تمشي للحبس في المغرب الآن اخذوا قرار بمنع باغلاق المحليات غسية السيارات واعطوهم مع انت حلول اخرى ثم حلول بديلة التنظيف بالشيح عندهم بالبخار مع انت السهلك خمسة لترات عوضة سهلك مئتين لترات باش تغسل كرهابتك الماء حاجة ثمينة جدا لكن الحد الآن على المستوى الرسمي وعلى المستوى الجمعيتي ومخذين فيها حتى قرار مسألة اخرى الزراعة متاعنا قاعدين نصدروا الخارج نصدروا في الماء متاعنا الليتيوين نصدروا في الماء الدلاع نصدروا في الماء مع انت حاجة شنو ربحنا منها المغرب اخذوا قرار رسميا بمنع زراعة الدلاع بقية العالم نعطيك المطارد المطارد تقول ديجان ديجان معانتها المطارد متاع ديجان ما هوش جاية لوحدا المواد الأساسية متاعو جاية من كندا لأن الفلاح متاع ديجان تخلى عن زراعة لأنه مكلفة جدا للماء وتحول لزراعة القمع العالم قاعد يتغير قاعد يعالش في المشاكل متاعو هذي أوروبا معانتهم هم ترى يوميا كل على مدار السنة فهم هم تر في أوروبا خايفين من الجفاف بينما احنا تحت خط الفقر ولا هتحرك لنا شعره ولا عملنا حتى مبادرة سواء على المستوى الرسمي حذروا العبادرة وقادمين على عطش كبير جدا بش نختم فقط في الموضوع هذي تذكروا الحراق اللي سارت موش كان في سبانيا وفرنسا واستراليا والبرزيل راهوا اللي شوفنيه هسنيه في حمام لونفو لا يمات يبارح وتلبرح هذي الكل في علاقة بالمنايخ دونك لا تكفي الصورة الجماعية اللي بش تلم القادة لكل اليوم يلزم طرق أخرى ويلزم المواطن يكون نواعي بأهمية المنايخ والبيئة أربعين يوم يوصلونا عن موعد الانتخابات التشريعية دوائر بلا مرشحين فما ناس كما أنا قلت دجا بداوا يسربوا في الكعك الورقة والروزاتة والناس تهني فيهم بأنهم نواب بما أنهم عندهمش يعني منافس باش يتعديوا مباشرة للمجل نواب ودوائر بمرشح واحد يعني دوائر على عشرة دوائر في الخارج سبعة بلا مرشحين ودوائر في الداخل بمرشح واحد أربعين يوم يوصلونا عن معرض الانتخابات هذه هي الأجوة في المقابل المعارضة في الشارع شفنا جابة الخلاص البارح في الرقيب شفنا عبير موسي وحزبها يوم السبت أمام مقر الأيكا هذه هي أجوة الانتخابات جمالي الانتخابات بين معقفين معنا ما هيش انتخابات في الدول الديمقراطية حتى في تونس قبل معناتها الانتخابات السابقة وليقبلها كان فيما موضوع رئيسي للانتخابات شنو الاشكاليات المتروحة على المواطن التونسي على المترشح وعلى الناقب فيما قضايا متروحة قضية تطرح قضية الدفع الزراء بالتخفيض الزراء بالترفيع بالضراء قضايا قضايا البطالة شنو القضايا القاعدين نقشفها اليوم في تونس حول الانتخابات هذه أنا رأي الانتخابات القادمة يوم 17 ديسمبر هو يوم لوضع أوراق داخل صندوق انتخابات بلا روح وبيلا معنى مثالة أخرى كي رأوا معنتها سلطة النائب بعد 17 ديسمبر سلطة النائب كي نقرأوا شنو الدستور معنده حتى سلطة النائب وبالتالي فما العزوف هذائي على الترشح لأنه السلطة معنتها نائب معنتها حاجة مهمة جدا معنتها يشرع وفما معنتها الحزاب عبر نوابة غيرت وجه المجتمع وجه الاقتصادي وجه البيئي ولكن للأسف الشديد الانتخابات بلا معنى بلا لون المسألة السراع بين دفرين ما بين الأحزاب هو اللي غايب هو اللي اقتل حتى الحياة السياسية مبنية على الأحزاب أحببنا ومكرمنا مش مش نكتشفه من جديد والأحزاب تعطي الإتار معنتها تصور أنت جميل ما فاميش حاجة تأطر نوادي الرياضية مثلا لماذا مش مشت تولي فوضى هذا هو اللي صار معنى اليوم كيفي كوا اليوم أنا عندي مرجع متى حزب شنو أنت توجه الاقتصادي والاجتماعي متى وغضوك كيفش نحاسبك للأسف الشديد كما قلت لك معنى بش تكون بلا روح بلا معنى برلمان دي جاب شنقول ورانا شفناها قبل لكن ممكن يكون أسوأ من اللي شفناها قبل بش نشوف وكان يعديونا معنى النقاشات اللي بش تصير كيفش تصير الكوتلة على أي برامج كيفيش كيفيش عدنا عدنا تقريب في المترشحين مية عاطلة على العمل أكتر من ستين ولا مية تلمير تقريبا كيفش تناقش في لجنة الأمن والدفاع كيفش تناقش محافظة البنك المركزي شكون بش يناقش وزير المالية معنى مشكلة كبيرة يسر الحاجة اللي باهية في الانتخابات هذية كونه بتدخل الموسوعة جيناس معانتها أول مرة معانتها في العالم في تاريخ الديمقراطية منظر انطلقت الديمقراطية في العالم واكتشف في العالم الانتخابات كونه معانتها عنا مترشحين معانتها ممكن ننهنيوهم اليوم قبل ما تنطلق الحملة الانتخابية قبل ما تصير الانتخابات قبل ما يصير الفرز قبل ما يصير العلان على النتائج نعرف ومنتوا نجموا نمشيون هالنيوم وهذي ممكن معانتها بالفعل زي ما تدخل الموسوعة جيناس لكن نقولها هذية بكل حزن معانتها بكل أسف شديد معانتها لأنه هدايا معانتها يأكد وأنه المصار الديمقراطي في تونس تعثر عثرة كبيرة جدا والعودة بش تكون صعيبة صعيبة بشكل كبير جدا وقول معانتها للمستمع كونك ما تتفاجأش إذا كان بش تشوف نسخة أخرى من البرلمان اللي شفته ربما أسوأ من البرلمان اللي شفته وليقع حلو يعني عندك تخوفات من البرلمان اليوم البرلمان الجديد اللي هو بش يتم تركيزه مش قبل راو مارس الفين وثلاثة وعشرين بلا بطوعون بش كون بش صادق على ميزانية الفين وثلاثة وعشرين هذي المسألة كبيرة ياسر زي ده هذي المسألة اختيرة خيارات الاقتصادية والخيارات الاجتماعية بش تكون بدون نواب بين معاقفين نأكد على معاقفين بش نختم معاك جميل في كلمة لأنه الوقت تبعت لجي سي زي تبعت من خلال من خلال زملية معاقفة زملية محترمين تباحا كما خميس خياتي كما سامير دامي خرجت بكونه ما كانش مهرجان كرتاج السينيماي كان مهرجان متاع العروض ازياء تقريبا النقاش صارت على الازياء قبل كنت نمشي مهرجان كرتاج كانت نقاشات سياسية يغلب عليها الطابع الديولوجي وعليش اختار الفيلم هيدا شنو القضية اللي يدف عليها ومسائل وكل والله حبيت حاجة نقول عليها مريم بالنسبة الازياء اللي تحدثوا عليها أنا والدي كان طالب الطالب في الصحافة بشي يمشي يحضر للمهرجان كان بحثونا ورقة طويلة وعريضة شنو يلزموا يلبس لون الصبات لون السورية شنو اللونة معانتا حاجة واحد قبل ما يوصل لكان يبدأ مفجوع معانتا معانتا يبدأ ويقف تعدى معانتا تبدأ الاحترام في التفاصيل هذيك تبدأ الاحترام لأي مهرجان اي ديكو ولا التفاصيل أهم من الجو ترجمة نانسي قنقر